السلام عليكم السلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي نعمة خاصة ومعونا إلهية لينا وليكم اليوم ليعطينا الرب روح فهم تعقل هو بس الفهم يا رب ان شاء الله يكون عندكم فهم وتوبة أمامه بروح فهم تعقل هدوء وتوبة أمامه ودلوقتي نستعرض أحداث حلقة النهاردة عنوان حلقتنا النهاردة هو المرأة في بلاد المسلمين المرأة في بلاد المسلمة المرأة في بلاد المسلمين اجهزوا بالسنة ان العنوان المرأة ولم يحدد اذا كانت مسلمة او غير مسلمة الا ان اول تعليق على الصفحة في الفيسبوك حد كتب لي كده كان الاولى انه عنوان المقال يكون المرأة في كل الأديان في فرق كبير بين المرأة في كل الأديان والمرأة في بلاد المسلمين انا بتكلم عن نقطة معينة فالاعتراض من الاول يعني غريب شوي فيعني ارجو ان احنا نحاول نسمع بازهان مفتوحة النهاردة للموضوع اللي هترحوا امامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيعكم وغفر لنا وإياكم معكم محمد نصفين محور بحث في الكتاب المقدس ترد على المنصرين الفشلة مما يعتقدهم قناة الحياة التنصرية اللي طلع الان اخر حلقة ليها ما مرش 24 ساعة بفضل الاله الرحمن القوي عظيم الشن خالق الانسان الاله الذي لم يقدر على صلبه الرومان بفضل الاله القوي الذي لم يقدر عليه الرومان بل هو الغالب للرومان بفضل الاله القوي منزل النبي العدنان النبي القوي الذي اعظى ممن صلبها من الرومان ردت على حلقة اماني سوكا دي قبل ما ينتهي الى 24 ساعة في رد لو هي فعلا تعبد اله قوي يترد علي على قناة الحياة التنصرية يتيجي بث مباشر امام الناس وانا اتحداها واتحدى المقبور الذي يعبدون ان يردوا على العبد الله او يجوا منظرا للبث مباشر امام الناس في المرأة بين المرأة في الاسلام والمرأة في الكتاب المقدس ونشوف ايهما كرم المرأة النهاردة حلقتها بتقول المرأة في البلاد الاسلامية لا ايه رأيكم انا هتكلم النهاردة في المرأة في مش بس البلاد المسيحية دا المرأة في الفاتيكان ومش اي مرأة من هم افضل اهل ملتهم من النساء عليس الراهبات الراهبات افضل اهل ملتهم من النساء تخيل انت لما يكون الراهبات انا هتقولش يا محمد. لو انت تعرض مصادر يا محمد. يبقى المفروض اللي علق لك ما كانش يكتب المرأة في الادياء. لا. كان لك روح يشوف المرأة في عقدتك المسيحية. الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات جاهزين. اول شيء الناس اللي بتشتكمن عدم وصول البث المباشر عليهم في الفيسبوك والفيديوهات يا ريت. اشترك في القناة وفعل الجرس واشترك في الصفحة وعملها شاهد اولا. عشان نوصل لك كل جديد. كذلك يا ريت مشاركة الفيديو في مجموعات الفيسبوك وفي كل مكان تخضر بسبب بلاغات المستمدة على قناة العبد لله والله المستعان. حاجة النقطة الاخيرة اللي عنده القدرة للدعم على الباتريون والبيبال لانه بندفع اعلانات للفيسبوك واليوتيوب. يدعمنا على الباتريون والبيبال اللي ما نعنده القدرة. يلا بنا نبدأ الرد. الرد الان مش هيبقى من الاسلام. لا. مش هرد عليهم الاسلام. اما اللي هرد من اين? من هم افضل اهل من اللاتهم يا اخوة. افضل اهل من اللاتهم بلا شك. هم او افضل اهل من اللاتهم هم الرهبان والراهبات. افضل اهل من اللاتهم هم الراهبات. بيعملوا فيهم ايه? في اكبر مكان خاص بالمسيحيين في العالم في الفاتيكان. اولي ابوهم اكبر بابا الكنيسة. حلقة جديدة في سلسلة فضائح الاعتداءات الجنسية التي تطال الكنيسة الكاثوليكية. ايه 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 ايه. قد اقر البابا فرانسيس بارتكاب رجال دين لاعتداءات جنسية على رهبات. ايه 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 ايه. نقطة قبل ما نبدأ. الفيديو ده على قناة فرنس 24 اكبر جريدة. وقناة اخبارية. وموقع اخباري. وصحيفة. وقناة فضائية فرنسية ناطقة بالعربي في العالم. اكبر تلفزيون فرنسي في العالم. كله ناطق بالعربي. اللي انا جايب منه الفيديو ده. يعني ده مش فيديو اتنين ثلاثة صيّة. ولا فيديو بتاع سلفيين. ولا فيديو بتاع ناس مجاهيل. ولا فيديو بتاع ملحدة. لا. ده فيديو التلفزيون الناطق الرسمي في فرنسا. اولي ابوهم اكبر بابا الكنيسة. عملوا ايه في الراهبات في الفاتيكان. حلقة جديدة في سلسلة فضائح الاعتداءات الجنسية التي تطال الكنيسة الكاثوليكية. فقد اقر البابا فرانسيس بارتكاب رجال دين لاعتداءات جنسية على رهبات. تصريحات جاءت في نهاية زيارة تاريخية. ادها بابا الفاتيكان الى الشرق الاوسط. في الكنيسة هناك ايضا بعض رجال الدين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات الجنسية. ليس الجميع. ولكن كان هناك كهنة واساقفة من بين المعتدين. كهنة واساقفة يا جماعة دول الردبة اللي تحت بابا الكنيسة مباشرتك. اكبر. ابوك زكريا بطرس بعد ما كان بيعمل في الراهبات. وحبله. عمل ايه? واعتقدوا ان الامر لا زال مستمرا. لان الكشف عن هذه الانتهاكات لا يعني بالضرورة توقفها. لا زال مستمر الاغتصابات. يبقى المفروض ما تعملش المرأة في البلاد المسلمة. ده انت تكتبي كده الراهبات في الفاتيكان. تحلوا مشاكل كل اول قبل الهجوم على الاسلام. هذه هي المرة الاولى التي تعترف فيها الكنيسة الكاثوليكية علنا بحدوث اعتداءات جنسية على الراهبات. قبل ايام ذكرت مجلة النساء في الفاتيكان نساء الكنائس في العالم انه في بعض الحالات تم اجبار الراهبات على اجهاد حملهن باطفال من الكهنة. ايه 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 الطهارة دي. يا قنوات التنصير الفاشلة الفارغة التي تهاجم الاسلام. ازيلوا قذارة ما عندكم. وقذارة ما تفعلون في نسائكم. بعد كده تعالي قولي المرأة في البلاد الاسلامية ولا المرأة في البلاد الهندية. عار عليكم وعلى دنكم عار. قولي يا زيكو كده خلص. المسيحية فاشلة. ايه كده ديانة فاشلة. خلص مين? يا ربي الحالي انا تعبان خلاص خلاص. خلاص مين ده انا حنفخك. ده انا حنفضك انت والفشلة اللي اسمها اماني سوك الهطلة اللي طلعت هاجم الاسلام. هتشوفوا مع محمد نصيف الويل وسواد الليل يا منصرين فشلة وعقيدة. من ثماركم تعرفونكم. من هذه هي ثمار تعاليم دينكم. يبقى ما تطلعيش تعملين للمرأة في البلاد الاسلامية. لا. يعملي كده المرأة لما تمازكت مع الراهب الحتة اللي هي. عمل فيها ايه? قول يا اكبر بابا للكنيسة في العالم. قول سمعها. كما قالت المجلة ان حركة ميتو هي من شجعت المزيد من النساء ومن بينهن الراهبات على كشف ما تعرضنا له. اما البابا فرانسيس فقد اكد ان الكنيسة تحاول معالجة هذه القضية. هل يجب القيام بالمزيد? نعم بالتأكيد. نعم بالتأكيد. لازم يعملوا في المزيد في الراهبات. قضاء كافية. لكن الامر سيستغلق بعض الوقت للقضاء على الانتهاكات الجنسية. في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. شجبت المنظمة الكاثوليكية العالمية للراهبات ما سمته بثقافة الصمت والسرية التي منعت الراهبات من التحدث علانية. حلوا مشاكل عقائمكم ونسائكم وراهباتكم وبنات دينكم. يا فاشلين وفاشلات من قنوات الشيطان الممولة لسب الاسلام. قبل الكلام على الاسلام. روحوا شوفوا علاج لراهبات دينكم. روحوا شوفوا علاج لأقدس من عندكم من النساء. وبعد كذا تعالوا اولو للمرأة في المسيحية ولا المرأة. اقتلعونا للمرأة في البلاد الاسلامية. ولا المرأة المسلمة. روح شوفوا الرهبات عملوا فيك ايه. ولا استبعد يا اماني. ويا ماجي. ويا منصرات قنوات التنصير الفشلة. ان تكونوا انتنة. اغتصبتنة. من زكريا بطرسنة. وفعل في كنة. كل طهارة وانة. وطلعت حقدكم على هذه العقيمة القذرة. باجتمتكم في الاسلام. وبهجومكم على الاسلام. عار عليكم وعلى ربكم عار. انتو فاكرين انتهينا. لا. يا عمي اعتبرنا انا بضحك عليهم او بجدب. انا عايزك الاشياء اللي انا هجيبها دي. فضلا. راجع معي المصادر. مصدر مصدر. وروح دور عليه بنفسك انت. اول ما نبدأ جريدة الدستور. انا عايزك تجيب انت المصادر لان انت اللي حت تبدأ تقرأها كامل. انا هقرأ لك المنشطات بس. جريدة الدستور ودي مش جريدة اسلامية. ولا سلفية ولا اخوانية ولا التبليغية ولا ازهرية. بتقول اغتصاب الاطفال والراهبات. ابرز الفضائح التي احرجت عقيدة زكريا بطرس. والخبر الفين اتنين وعشرين. الفين عشرين. روسيا اليوم. جريدة. روسية. لو رحت الفيسبوك لصفحة روسيا اليوم دي. هتلاقي كده كاتب لك فوق الصفحة من فوق. صفحة او قناة اخبارية خاضعة لسلطة روسيا. يبقى مش كلام لا اخوان ولا سلفيين ولا مسلمين ولا. ما لهمش دعوا بنا خالص. بتقول لك بالبلط العريط. بابا الفاتيكان يكشف عن تعرض راهبات للاغتصاب. بقوة الرب. دي من عندنا. على ايدي كهنة واساقفة. من ثمار دينكم. نعرفونكم يا منصرين فشلة. بي بي سي نيوز. بي بي سي يا عم. قناة بي بي سي العالمية الكبرى. بتقول لك بالبلط. الفاتيكان يهون من تقرير عن اغتصاب الراهبات. اقرى الفاتيكان بان الراهبات تتعرضن لتحرش جنسي من قبل. يا عمي يا عمي انتم في. انا قلتها لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل اللي فات. لقد عيشتم في وحول الوحول وتعيشون في الوحول وفي البلايا والردايا والكل قذارة ودعارة. ثم تتهمون بها الاسلام. ثم تتهمون بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ستفضحون وستظلون على هذه الفضائح ما لم تتوبوا لرب العالمين. ارتي نيوز. ارتي اللي هي روسيا اليوم برضو. بيقول لك زكريا بطرس. اسقف ده جماعة الخير اللي تحت البابا مباشرة. يعني اكبر رجل في الكنيسة كلها 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 كلها. تلاتة كلها. بيقول لك اسقف اغتصب راهبة تلاتاشر مرة. على سهوة. على سهوة دي من عندنا. مسك البنية اللي هي المفروض اطهر ما من عند زكريا بقلوز ومن عقدته وعقدة اماني سكة ومجي خراء. مسكها عمل تلاتاشر مرة ورا بعض. على سهوة يعني. على فكرة على بعض برضو دي من عندنا. ليه? لانه هو تلاتاشر مرة مش ورا بعضه كل يوم كل يوم. ده قاعد فترة فترة سنين كاملة. قاعد سنين كاملة. يقعد يعمل باسم الرب. لا والرهبة بتقول لك تاخرما ما كانتش عارفة. فكانت فكرة ان هو بيلعب معها صلح. ولا استغم ماجهة. اكتشفت بعد كم سنة? الخبر بيقول اكدت الراهبة ان الكنيسة الكنيسة. زكريا بطرس وكنيستو. هددت جميع الراهبات اللواتي تعاطفنا معها واظهرنا تأييدا لقضياتها. كل ما حد من الراهبات يقول لها انا هقف معاك وساعدك نحاكم هذا زكريا بطرس اللي اغتصبك تلاتاشر مرة على سهوة تقوم الكنيسة مهدداها. وتعيش الراهبة في ولاية كيرة الهندية الهندية واتهمت الاسقف فرانكو مولاكو باغتصابها عدة مرات اولها الفين واربعتاشر. الكلام والخبر ده كان سنة الفين وتسعتاشر. يعني من الفين واربعتاشر هو عمل بايه? عايزها تتأهل يعني تقريبا كان بيعملها كان بيعملها تأهل يعني عشان تطلع الكاس العالم. عندما زار الدير الذي تعمل فيه ودعاها الى غرفته ذات ليلة. زكريا بطرس. دعا ام اماني سوكة وام ماجي خراء وام المنصرين الفشرة اللي بيتطولوا على الاسلام. زي ما قلنا احنا ملناش دعوا بالمحترم. المحترم له مننا الاحترام. لكن عين الادب هنفضح لامه. هنفضح لامه. تغلط في الاسلام نفضح لك امك. ده عمك للايه? للغرفة ايه? زات ليلة. ان ان ان. موسيقى تصويرية وتخيل انت بينك وبن نفسك عمل فيها ايه? لعب معها تومو جيري. وكتبت الرهيبة في رسالة وجهتها لممثل بابا فرانسيس في الهند. لقد كنت مخدرة. ومذعورة من من تصرفات الاسقف. حاولت مرارا للغروب لكن دون جدوى قام باغتصابها بوحشية. هذه عقائدكم. من ثماركم تعرفون كم. لسه فرانس اربعة وعشرين. اكبر جريدة. اه 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 روسيا اليوم على فكرة اكبر جريدة روسية ناطقة بالعربي في العالم. روسيا اليوم. فرانس اربعة وعشرين. محاكمة اسقف كاتوليكي في الهند بتخدمت اغتصاب راهبة. ده بتاع تلاتاشر مرة. ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. مش فاضين يا باشا. يبقى المفروض. المرأة الراهبة في بلاد. زكرا يا بطرس. في بلاد اماني سوكا. الفاتيكان وهو من تقرير بي بي سي نيوز اعتقل اسقف هندي ادي صورته اهي. اعتقل اسقف هندي بتهمة اغتصاب راهبة تلاتاشر مرة على سهوة. يبقى المفروض تقول ايه يا زيكو? قول يا زيكو قول وسمحه. المسيحية فاشلة. ديانة فاشلة. يا رب خلص يا رب الحالي انا تعبان خلاص خلاص. خلاص منه. خلاص من ده نحن فخك نفخة طين. ايها المسلمون. احمدوا ربكم على نعمة الاسلام. احمدوا ربكم على نعمة الطهر الذي في الاسلام. احمدوا ربكم. عندنا هل في الازهر عندنا كده يا اخوة? هل في في الازهر حالات اغتصاب الاف مملايين و و و و عشرات الالوف من حالات الاغتصاب. ده لو في عندنا كده كانوا ضربوا بالنووي. احمدوا ربكم الامة الوحيدة على وجه الارض الان التي فيها الطهارة والتي فيها حتى بينهم وبين بعض العوام شوف انا خلي بالك انا ما بتكلمش على الصيع من المعتقدات من اهالي المعتقد يعني بلا شك في في اليهود صيع وفي في النصارى صيع وفي في المسلمين يعني ايه يعني ايه صيع اقصد مش ملتزمين بدينهم ولكن مع ذلك بفضل رب العالمين تلاقي الملتزمين بالاسلام عندنا مسائل الزنا والاغتصاب والتحرش ده خط احمر ممنوع الاختراب طب ايه حصل عندنا في المسلمين ما بيسبهوش ما بيسبهوش انما عند زكريا بطرس ده بيدولوا علاواته بيرفعوا درجته ممكن يخلوه رد بعالية ويودوا ما كانت تاني يخدم يخدم ها يودوا ما كانت تاني يعمل باسم الرب باسم الرب يعطيهم بركة تحسوا انه بيعطيهم بركة هبقى اعملكم كمان حلقة خاصة بمسائل الخيانات في الدول ال انا خلينا اقول الامريكية مثلا الدولة الامريكية امريكا مسيحية في الدول الفرنسية خيانات الزوجية يا اخوة اعداد رهيبة 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 ومن رواد كنايس مش ناس عوام والله المستعان فاحمدوا ربكم على نعمة الاسلام يا مسلمة احمدوا ربك على نعمة الاسلام اكتبي كده في القرآن المرأة انا اعيز اقولك على حاجة انت كمسلمة ايه رايك تفتحي جوجل بلاش انا الله افتحي جوجل كده وكتبي المرأة في الاسلام خلاص خش بنفسك اقرأي ما هو ما المرأة في الاسلام ما هي الاشياء التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة وتكريم المرأة وكذلك في القرآن تاخدوا مثال بسيط اخدوا مثال بسيط انا مش محضروا من الذاكرة المرأة الزوجة وعاشرهن بالمعروف المرأة ام اكرام الاب والام وصاحبهما في الدنيا معروفة البنت النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ابنتان او ثلاث ابنات فاحسن تربيتهن واحسن اليهن اشار باصباع السباب والوسطى وقال قان معي رفيقي في الجنة هذه هي المرأة في الاسلام لذلك احمدوا ربكم على نعمة الاسلام السلام عليكم بيجي لي مئات الرسايل السلام عليكم اذا اعجبك الفيديو ياريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك طب لو انت شايفوا على اليوتيوب يشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب الناس اللي بتشتكيلي من عدم وصول البث المباشر لهم والفيديوهات اول بول في اليوتيوب والفيسبوك لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا تعمل اليوتيوب باشتراك بعد كده تفعيل الجرس تلكل وكذلك في التليفونات نفس النظام شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو في الفيسبوك. تعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القيمة دي خليها المفضلة وبعد كده المحتوى خليه قياسي الفيديو كل الاشعارات فيديو بث مباشر كل الاشعارات بعد كده تحديث كده الغالبية العظمية من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب بحيوصلك اشعارات جديد جديدة بيها. طيب. الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة ادي بيبال من هنا والباتريوم من هنا وفي الفيسبوك نفس النظام وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيف المحاور وانستجرام محمد نصيف برضو محاور وكذلك تويتر ولا تنسونا ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم.